بلغ سويسري روجي فدرار إلى الدور ربع النهائي لدورتها للألمانية الدولية لكرة التنس حيث فاز فدرار حامل اللقب على تونس مالك الجزيرة بنتيجة 6-3-7-5 بهذا يكون فدرار على موعد مع البلجيك ديفيد غوفان بعد تحقيق الفوز على الأوكراني سيرجي ستاغوفيسكي الصعاد من التصفيات بنتيجة 4-6-7-5-2 مقابل لا شيء ثم بالانسحاب يشار لأن فدرار وغوفان كان قد التقيا أربع مرات حتى الآن وكان الفوز حليف سويسري آخرها مطلع العام الحالي في بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في منبورن